دعاؤه عليه السلام في قضاء الحوائج قال أبو حمزة الثمالي رحمه الله إن كسرت يد ابني مرة فأتيت به يحيى بن عبد الله المجبر فنظر إليه فقال أرى كسرا قبيحا ثم صعد غرفته ليجيء بعصابة ورفادة فذكرت في ساعة تلك دعاء علي بن الحسين زين العابدين عليه السلام فأخذت يد ابني فقرأت عليه ومسحت الكسر فاستوى الكسر بإذن الله تعالى فنزل يحيى بن عبد الله فلم ير شيئا فقال ناولني اليد الأخرى فلم ير كسرا فقال سبحان الله أليس عهدي به كسرا قبيحا فما هذا أما إنه ليس بعجب من سحركم معاشر الشيعة فقلت ثكلتك أمك ليس هذا السحر بل إني ذكرت دعاء سمعته من مولاي علي بن الحسين عليهم السلام فدعوت به فقال علمنيه فقلت أبعد ما سمعت ما قلت لا ولا نعمة عين لست من أهله قال حمران بن أعين فقلت لأبي حمزة نشدتك بالله إلا ما أوردتناه وأفدتناه فقال سبحان الله ما ذكرت ما قلت إلا وأنا أفيدكم اكتبوا بسم الله الرحمن الرحيم يا حي قبل كل حي يا حي بعد كل حي يا حي مع كل حي يا حي حين لا حي يا حي يبقى ويفنى كل حي يا حي لا إله إلا أنت يا حي يا كريم يا محي الموتى يا قائم على كل نفس بما كسبت إني أتوجه إليك وأتوسل إليك وأتقرب إليك بجودك وكرمك ورحمتك التي وسعت كل شيء وأتوجه إليك وأتوسل إليك بحرمة هذا القرآن وبحرمة الإسلام وشهادة أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك وأنا محمدا عبدك ورسولك وأتوجه إليك وأتوسل إليك وأستشفع إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وعليه وسلم تسليما وبأمير المؤمنين علي بن أبي طالب وفاطمة الزهراء والحسن والحسين عبديك وأمينيك وحجتيك على الخلق أجمعين وعلي بن الحسين زين العابدين ونور الزاهدين ووارث علم النبيين والمرسلين وإمام الخاشعين وولي المؤمنين والقائم في خلقك أجمعين وباقر علم الأولين والآخرين والدليل على أمر النبيين والمرسلين والمقتدي بآبائه الصالحين وكهف الخلق أجمعين وجعفر بن محمد الصادق من أولاد النبيين والمقتدي بآبائه الصالحين والبر من عترته البررة المتقين وولي دينك وحجتك على العالمين وموسى بن جعفر العبد الصالح من أهل بيت المرسلين ولسانك في خلقك أجمعين والناطق بأمرك وحجتك على بريتك وعلي بن موسى الرضى المرتضى الزكي المصطفى المخصوص بكرامتك والداعي إلى طاعتك وحجتك على الخلق أجمعين ومحمد بن علي الرشيد القائم بأمرك الناطق بحكمك وحقك وحجتك على بريتك ووليك وابن أوليائك وحبيبك وابن أحبائك وعلي بن محمد السراج المنير والركن الوثيق القائم بعدلك والداعي إلى دينك ودين نبيك وحجتك على بريتك والحسن بن علي عبدك ووليك وخليفتك المؤدي عنك في خلقك عن آبائه الصادقين وبحق خلف الأمة الماضين والإمام الزكي الهاد المهدي والحجة بعد آبائه على خلقك المؤدي عن نبيك ووارث علم الماضين من الوصين المخصوص الداعي إلى طاعتك وطاعة آبائه الصالحين يا محمد يا أبا القاسماء بابي أنت وأمي إلى الله أتشفع بك وبالأمة من ولدك وبعلي أمير المؤمنين وفاطمة والحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المنتظر اللهم فصل عليهم وعلى من اتبعهم وصل على محمد وآل محمد صلاة المرسلين والصديقين والصالحين صلاة لا يقدر على إحصائها غيرك اللهم ألحق أهل بيت نبيك وذريتهم وشيعتهم بنبيك سيد المرسلين وألحقنا بهم مؤمنين مخبتين فائزين متقين صالحين خاشعين عابدين موفقين مسددين عاملين زاكين مزكين تائبين ساجدين راكعين شاكرين حامدين صابرين محتسبين منيبين مصيبين اللهم إني أتولى وليهم وأتبرأ إليك من عدوهم وأتقرب إليك بحبهم وموالاتهم ومودتهم وطاعتهم فارزقني بهم خير الدنيا والآخرة وأصرف عني بهم أهوال يوم القيامة اللهم إني أشهدك بأنك أنت الله لا إله إلا أنت وأنا محمدا وعليا وزوجته وولديه عبيدك وإماءك وأنت وليهم في الدنيا والآخرة وهم أولياؤك الأولون بالمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات من بريتك وأشهد أنهم عبادك المؤمنون لا يسبقونك بالقول وهم بأمرك يعملون اللهم إني أتوسل إليك بهم وأتشفع بهم إليك أن تحيني محياهم وتميتني على طاعتهم وملتهم وتمنعني من طاعة عدوهم وتمنع عدوك وعدوهم مني وتغنيني بك وبأوليائك عمن أغنيته عني وتسهلني لمن أحوجتهم إلي وتجعلني في حفظك في الدين والدنيا والآخرة وتلبسني العافية حتى تهنأني المعيشة والحظني بلحظة من لحظاتك الكريمة الرحيمة الشريفة تكشف بها عني ما قد ابتليت به ودبرني بها إلى أحسن عاداتك وأجملها عندي فقد ضعفت قوتي وقلت حيلتي ونزل بي ما لا طاقتني به فردني إلى أحسن عاداتك فقد آيست مما عند خلقك فلم يبقى إلا رجاءك في قلبي وقديما ما مننت علي وقدرتك يا سيدي وربي وخالقي ومولاي ورازقي على إذهاب ما أنا فيه كقدرتك علي حيث ابتليتني به إلهي ذكر عوائدك يؤنسني ورجاء إنعامك يقربني ولم أخلو من نعمتك منذ خلقتني فأنت يا ربي ثقتي ورجائي وإلهي وسيدي والذاب عني والراحم لي والمتكفل برزقي فأسألك يا رب محمد وعالي محمد أن تجعل رشدي فيما قضيت من الخير وحتمته وقدرته وأن تجعل خلاصي مما أنا فيه فأني لا أقدر على ذلك إلا بك وحدك لا شريك لك ولا أعتمد فيه إلا عليك فكن يا رب الأرباب ويا سيد السادات عند حسن ظني بك وأعطني مسألتي يا أسمع السامعين ويا أبصر الناظرين ويا أحكم الحاكمين ويا أسرع الحاسمين ويا أقدر القادرين ويا أقهر القاهرين ويا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا حبيب محمد وعلي وجميع الأنبياء والمرسلين والأوصياء المنتجبين ويا حبيب محمد صلى الله عليه وآله وأوصيائه وحبائه وأنصاره وخلفائه المؤمنين وحججك البالغين من أهل بيت الرحمة المطهرين الزاهرين أجمعين صل على محمد وعلي محمد وافعل بي ما أنت أهله يا أرحم الراحمين